شتاء بارد مر على العلاقة بين موسكو وأنقرة وصل حد الأزمة الدبلوماسية بين البلدين متغيرات جديدة طرأت على الساحتين الإقليمية ودولية دفعت بزعيمي البلدين لطي صفحة الخلاف التي لم يكن آخرها إسقاط أنقرة طائرة روسية فوق الأراضي السورية فالبلدان على خلاف عميق بشأن الوضع في سوريا فلكل منهما مصالحه ورويته لكيفية حل الأزمة في البلاد إذن العلاقة عادت من جديد لطي صفحة الخلاف حول الملف السوري سوف نناقش كل القضايا المتعلقة بالتسوية السورية ولدينا إدراك تام وكامل أن محاربة الإرهاب هي عنصر مهم في عملنا المشترك التقارب السياسي بين البلدين جاء تزامنا مع تمكن المعارضة السورية من فك الحصارة على مناطقها في جزء شرقي من مدينة حلب بعد أن كانت تأن تحت حصار مطبق يفرضه النظام السوري والميليشيات المساندة لها فالمعارضة السورية المصنفة لدى موسكو على أنها مجموعات إرهابية هي نفسها التي تعدها تركيا معارضة معتدلة باستثناء جبهة النصر سابقا التي فكت ارتباطها بتنظيم القاعدة وبقيت مصنفة أمريكيا وأمميا على أنها إرهابية المشكلات العالقة بين الطرفين بشأن الملف السوري يبدو أنها تحتاج إلى مباحثات عسكرية واستخباراتية لحسمها وسيكون لهما القول الفصل في عودة الأمور إلى سياقها الممكن مباحثات يأمل السوريون في أن تنهي شلال الدم المتدفق في البلاد منذ سنوات وتؤسس لمرحلة انتقالية خالية من العنف ومظاهرها ترجمة نانسي قنقر